بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه مع التسليم وبعد مواطننا الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على امتداد قطرنا الحبيب وعلى امتداد العالم أجمع الذين يستمعون إلينا عبر هذه المنصة المساجد بيوت الله عز وجل الله تبارك وتعالى أمر برفعها من الوجهة المعنوية والوجهة الحسية والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الصلاة في المساجد هي إظهار لروح الجماعة وكذلك من أهداف أنها يبتقى بها الأجر عند الله تبارك وتعالى لأن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرز ب27 درجة مع هذا اختلف العلماء والفقهاء إما الأربع المشهورين سواء كان الأحناف أو الحنابلة أو الشافعية أو المالكية اختلفوا في درجة الاحتجاج في وجوب الصلاة وفي فرضيتها كفرضية كفاية وكذلك في أنها تعتبر السنة مؤكدة هذا ما اختلف عليه هؤلاء العلماء في الوجود والصلاوات في المساجد لكن على اختلافهم هذا تظل هذه العبادة بتاعت الصلاة في المساجد بتبقى هي روح العبادات الاجتماعية ولا أنه عندها أهداف كثيرة قيمية من ضمنها أن الناس بيمشوا للمساجد عشان يبتغوا الأجر عند الله وكذلك بيمشوا المساجد عشان يتفقدوا بعضهم بعضا ودي برضو من أهداف أنها بتظهر القوة بتاعت التكاتف والطراحم والتعاون والإلفة والتماسك بين الأمة الإسلامية من رحمة الإسلام بنا أنه فتح باب كبير اسم الإجتهاد هذا الباب بتاع الإجتهاد لا يجتهد فيه إلا العلماء والدعاة والوعاظ الذين وصلوا مرحلة وتمكنوا وبحروا في العلم والدين وبيبقى هؤلاء المجتهدين بيجتهدوا في كل زمان ومكان عشان يؤدوا صلاحية هذا الدين الإسلامي عشان كده بتلقى في الدين الإسلامي ده في حاجة يسمى مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة سموها العلماء القليات الخمسة مقاصد الشريعة الإسلامية ده هي بتتكامل فيها روح الإنسانية اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال لما انجل التراتبية ده في علماء اختلفوا هل الدين مقدم على النفس أم النفس المقدم المحافظة على النفس المقدم على الدين في ناس قالوا الدين مقدم على حفظ النفس لكن في نفس الوقت في علماء جو وهم كثر سواء كان علماء متقدمين أو علماء متأخرين من سلفنا الصالح يتكلموا عن أنه يجب المحافظة على النفس وبعد ذلك تجي في المرتبة الثانية المحافظة على الدين لماذا؟ قالوا لأنه بالمحافظة على النفس بنحافظ على الدين لأنه لا قيامة للدين إلا بالنفس عشان الدين ليكون موجود في أرض الواقع لا بد أن يكون في نفوس فنحافظ على الأنفس عشان يقوم هذا الدين عشان كده في قواعد فقهية كبيرة جدا يستند عليها العلماء لما يجي يأخذوا يدوا في باب الإجتهاد وعندهم قواعد شرعية يستند عليها دفع المفسدة أعظم من جلب المصلحة والضروريات تبيح المحظورات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحفظ النفس مقدم على حفظ الدين عند كثير من العلماء يبقى هذه قواعد شرعية بيستند عليها الناس إذا كان نحن وجودنا في المساجد وإتياننا للمساجد بيبقى هو شيء وأمر واجب النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام دعانا إليه بيبقى هناك ضروريات تبيح عدم تواجدنا في المساجد ليه؟ لأنه عندنا مرض خطير جدا المرضى استشرى في العالم أجمع فايروس خطير جدا ما بينشط إلا في مكان التجمعات والأماكن الباردة والاتنين ديال في المسجد وفي الكنايس هنم موجودات المساجد باردة جدا وفي نفس الوقت فيه اكتزاص وهذا الفايروس لا ينشط إلا في الاجتماعيات وفي الأماكن الباردة وبيكون نسبة الحيب تحته وتواجده في المناطق الباردة أكتر من المناطق الحارة فعشان كده كانت هناك فتوى بإغلاق المساجد دي لمدة بتاعت 21 يوم اللي هي المدة الحددتة وزارة الصحة لأنه كل فتاوين نحن ما بنبنيها إلا على الجهات المعنية جهات الاختصاص وجهات الاختصاص هنا عندنا بتبقى هي الإدارة الصحية الموجودة على مستوى البلد إغلاق المساجد ده نحن ذاتنا يفترض أنه نحن نستثمره كدعوة ليه؟ لأن الدين الإسلامي ده يا آباء ويا أخوان هو مبني بناية عظيمة على العلم والمعرفة والدراع وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يحوط على القراءة والتعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق ولما انتجه عشان تحاجج زول ما في حجة إلا بالمنطق والدليل والبرهان أهو ربنا قال كده قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يبقى حجتنا مبنية على الحجة العلمية ودى المنهجية ليفترض أنه نحن نبني عليها كل فتاوينة العلمية وكل مقاصدنا الدينية فلذلك يجب أنه نحن نستثمر هذه فتوى إقلاق المساجد يجب أنه نحن نستثمر الاستثمار الأعظم سيدنا عمر بن الخطاب كان لمن يمر لمن هو كان حاكم مر بالليل على بيوت المؤمنين في المدينة كان يسمع للبيوت دوي كدوي النحل اللي هو كان الناس يعجون في بيوتهم بتلاوة القرآن والصلوات والبكاء وهكذا فكان يتخذون من بيوتهم مساجدنا بيبقى الشيء الأعظم اللي يفترض أنه الناس برضو تتنبه له بتبقى دي سننة نحن بنحتاج لها وبسنن يجب أنه نحن نحييها فايروس كورونا ده ما بيورى بالعين المجردة عشان ما نقول والله هو في الحتة الفلانية والحتة الفلانية ما تمشوا عليها لا هو هذا الفايروس ربما كان في الجو ربما كان في المسجد ربما كان في الأسواق ربما كان المهم هذا الفايروس لا يورى بالعين المجردة عشان كده الاحتراز منه واجب في كل منطقة فيها تجمعات يجب أنه الناس يمتنعوا عنها فإغلاغ المساجد ما حاجة جديدة ما حاجة جديدة قبل كده في التاريخ الناس لو رجعوا في التاريخ الإسلامي العظيم المساجد ده أغلقت بأمر الأمراض بأمر الجوع بأمر الخوف بأوامر كثيرة جدا ودي مغدر حتى فيه سنن ربنا سبحانه وتعالى أنا دائركم ترجعوا للتاريخ وأقرب في التاريخ إنه سنة 325 هجرية في تونس في كتاب اسمه بيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب كان هناك ضنق وحالة بتاعت جوع وحالة بتاعت خوف وحالة بتاعت هلأ أدت إلى إغلاق المساجد وكانت هناك أمراض متعددة انتشرت عشان كده أغلقت المساجد في ذلك التاريخ في إشبيلية سنة 448 هجرية أغلقت المساجد كذلك بسبب الجوع والصغام والأمراض التي لا يستطيع الإنسان أن يقوم من الأرض عشان يمشي فبالتالي سمي ذلك العام بعام الجوع أصبحت المساجد خالية في عام 1827 كان كل يوم في مكة دي بموتوا أربعين شخص فماتوا مئات من الناس بل الآلاف من الناس في التاريخ ده والكلام ده موجود ومثبت في التاريخ فأغلقت المساجد وأغلقت حتى الكعبة في ذلك التاريخ سنة 827 هجرية إبقى معناها إغلاغ المساجد ما حاجة جديدة نحن ما بدعا من الدول اللي أغلقت مساجدها سواء كان في دول الخليج سواء كان في السعودية سواء كان في شمال إفريقيا سواء كان في بقية العالم أجمع أغلقت كل دور العبادة المختلفة سواء كان مساجد سواء كان بيع سواء كان صلوات سواء كان كنائس أغلقت لأن الفايروس ده لا ينشط إلا في مكان التجمعات فيا أيها الدعاة والوعاظ لا تلغوا بهؤلاء الناس إلى التهلكة أنتم مسؤولون على المساجد أمام الله عز وجل وإن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع نبه الناس إلى هذه القضية وأحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها في الأذان صلوا في بيوتكم بسبب الخوف من الطين والوحل مش مرض فتاك زي المرض الحسعدة اللي سيده أصلا يعني ماشي للهلاك والمرض فبالتالي حوجتنا نحن الماسة أنه نحن نبين للناس خطورة هذا المرض وأنه نحافظ على هذه الأنفس عشان نحافظ بعد ذلك على ديننا لأنه بالمحافظة على النفس هو محافظة على الدين نحن الآن من أواخر الدول اللي أفتت بأنه مساجدنا تتغلغ لأنه كنا منتظرين الفتوى الصحية الجاي من وزارة الصحة وجاءت وزارة الصحة وعرضنا الكلام هذا على مجمع الفقه الإسلامي وجاب الرد على الفتوى وكل العلماء القليلين الآن هم ضد فكرة إغلاق المساجد هم روحيا مع القصة بتاعة إغلاق المساجد لكن في ناس بيحبوا الشوء وبيحبوا الظهور الإعلامي لكن ده كله الآن ما بينفع لأنه ما ينفع هو أن يبتعد الناس عن مكان التجمعات سوى كان في المساجد أو غيرها والناس اللي بيقولوا نحن نمشي الجامع عشان نحن نحفظ أنفسنا تأكدوا تماما أنه في حاجة كبيرة لازم نأخذ بها اسمها التوكل على الله تبارك وتعالى ودى مبني على الأخذ بالأسباب والأخذ بالأسباب هنا عدم وجودنا في أماكن التجمعات المختلفة نحن بنشكر كل الكيانات الدعوية اللي طلعت بياناتها واللي كلمت مصلينا في مساجدها وأتباعها كلهم ديال بنشكرهم لأنه أخذوا بالدين الحقيقي وجوهر الدين وجوهر العبادة وحاولوا إنهم محاولة جادة أن يحافظوا على الأنفس عشان يحافظوا على الدين وبنفتكر إنه ده جوهر العبادات وجوهر الدين ماشين في سكة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الآن برضو ضد فكرة إغلاغ المساجد نحن بندعوهم لإعمال العقل وإعادة النظر في فتاويهم في فتاويهم لأنه أمس بشوفوا كيف وزارة الصحة بتتكلم عن أكثر من تلتمية شخص هم الآن ظهروا بمظهر عظيم جدا فيه إنهم مشتبه فيهم كحالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا فبالتالي دمنا الخطورة بمكان إنه نقول للناس أخي أمشوا عشان تجتمعوا في الجماعات أنا شاكر لكم جدا على حسن الاستماع إن شاء الله نتواصل معكم بين الفين والأخرى على من نلتقي معكم في سانحة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته